كلام كابتن حسان البدري بيبين لك ماذا حدث في اللقاء نادي الأهلي حتى تكلمنا هنا في استاد الأهلي وفي بداية كلامنا مبارح حتى قررت ان هذه المباراة على شوتين الشوت الأول في برج العرب والشوت الثاني في ملعب محمد الخامس في المغرب وده أي لقاء كابتن حسان البدري في خلال مشواره في دورة أبطال أفريقيا بعد دور المجموعات بيتكلم بهذا الشأن ان اللقاء على دورين بداية من التراجي وتعادل هنا في مصر 2-2 ثم الفوز هناك بهدفين مقابل هدف ونفس الشيء بالنسبة للنجم السحالي لما تأخر هناك بهدفين مقابل هدف وجيه هنا في ملعب برج العرب وكسب بفارق 6 أهداف مقابل هدفين إذن لما بتخش في هذه المرحلة من النهايات أو من الأدوار النهائية في دورة أبطال أفريقيا انت بتعمل حساباتك على في 120 دقيقة أو 90 دقيقة هنا 90 دقيقة هناك 180 دقيقة 90 دقيقة اللي موجودة هنا في مصر انت بتحاول تسجل على قد ما تقدر ولكن خلينا نتكلم كده مجملا عن المباراة نادي الأهلي وصل إلى مرمى الوداد كثيرا وده شيء إيجابي كل المديرين الفنيين على مدار التاريخ اللي عندهم خبرات كبيرة كلنا تعلمنا منهم أبرزهم بقى كابتر محمود الجهري هنا في مصر ومانو الجوزيما ده من انت بتوصل ده معنى ان انت كمدير فني بتقدي شغلك انك بتقدر توصل عن طريق جمل لمرمى المنافس نادي الأهلي ما كانش بالعقور عالية نادي الأهلي كلها كان في استحواز وبيحاول يلم دفاع الوداد في مكان ويروح للمكان الفاضي ويكسر دفاعات الوداد عن طريق تقدم الأجناب وحقق النادي الأهلي هدف عن طريق مؤمن زكريا لو شفتوا اللعبة من أولها جملة تكتيكية مؤمن صراحة فنشها على أعلى مستوى يعني الدنة كده حاجة بتتقال عليها في الكرة العالمية وورد كلاس وورد كلاس فنش يعني حاجة مفيش أحلى من كده أعلى ليفل فيه انك تشوف فنش ساندب اليمين وكورباك بالشمال وهدف يمكن أحلى هدف في دورة طول أفرق وبعد الهدف وليد أزاره دايع فرصة لو برضو بصيته عليها هي ما جلتلوش كده باس والتاني عبدالله السعيد عملها له بدماغه من وراء المدفعين والراجل ضيع الفرصة والانفراض وكان قادر على إنهاء اللقاء تمام أيضا جونير أجياء عنده واحدة بدماغه كانت في منتهى السهولة كان سهل جدا عرضية من أحمد فتحي بعد الشغل اللي قلت لحضراتكم عليها أن أنا إزاي ألم التكتل الدفاعي واروح لباكي اليمين ويعمل لي عرضية وأحاول أن أنا أسجل منها وضيعت فرص إذن أنا وصلت المرمى فريق الوداد وقلت لحضراتكم أن الوداد عمدت هلعب بالكاتناتشو الإيطالية هلعب بالطريقة الإيطالية والترسيس اللي حضراتكم شفتوه حتى بعد ما استقبل مرمى الهدف كورتين هم راحوا بيها على مرمى النادي الأهلي يسجلوا منها واحدة وأخطاء دفاعية متكررة وخاصة من قلبي الدفاع لما كون أنا وصلت للليفل اللي أنا بلعب في المتخب مصر ويجي فيه إجوان بهذا الشكل لا ده كده لازم يبقى فيه إعادة حسابات إعادة حسابات ما بين اللعيب وما بين نفسه وما بين اللعيب وما بين الجهاز الفني في هذا الشأن لأنني أنا لما أصل لليفل دولي وفرود يخطف مني كورة بالشكل دوت في منطقة الستة يرضى لا ما ينفعش كده لازم أرجع نفسي تاني لأن في كل المعطيات وفي كل الأمور أنت لازم تشوف مكانك فين وبصص عينيك على الكورة عشان المدافع يبقى اللي هيجيب يعني لازم مفيش غير المهاجم فعنايا على الكورة عنايا على المهاجم صراحة فيه سراحان وخطفوا الهدف التاني ده من الحاجات اللي لازم نحاسب فيها نفسينا ولكن برضو لازم نروح للحكم فملك سيمبا ولماذا هذا الحكم وكان دخل معنا مبارح في استادي الآلي نجومنا الكبار في التحكيم كابتن جميل غندور وكابتن نصر عباس والاتنين أجمع على أني النادي الآلي له ضرب الجزاء وضحى كوضوح الشمس ولكن هكرر كلامي يبدو أن الشمس ما بانيتش في وش الحكم الأسيوبي على الرغم أنه كان قريب جدا من الواقعة وتعنت في احتساب ضرب الجزاء كانت قادرة على صناعة فارق لأنها غيرت مجرى المبارة مباراة بدل ما كانت تطلع بيه نتيجة إيجابية للنادي الأهلي رجعت لمرحلة التعادل ولكن أفكر حضراتكم وعسى أن تقرأوا شيئا النادي الأهلي قادر على التعويد ونطلع ونشوف كلام كابتن حسين عموطة المدير الفني للوداد المغربي ونرجع ونستقبل ضيفي الكبير كابتن شريف عبد المنعان جون ترافولتا الكرة المصرية وكلام وحوار مهم جدا عن مجريات لقاء الأمس ولقاء العودة بإذن الله في المغرب نذهب ونشاهد ونرجع ونكمل كلام